السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشوف مع بعد شفرة الhtml الhtml اللي بتتقسم للهد و للبودي الهد اللي بتكتبه ده الاعدادات يعني مش هيظهر في الصفحة هنا ال body هو ده اي حدا تتكتبها هتظهر معي هنا يعني مثلا ان ارادات ايضا عايز اكتب عديدات زى اي 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 احدادات الكتاب اللي انا اكتب بيها اقوموا مثلا ميته وقوموا ده الحروف اللي انا اكتب بيها هتساوي وهقول له مثلا تبلي UTV UTF ده عساس ايه الكتابة الانجليزية طيب وممكن برضه اقول له ميتا واقول له مثلا هنا دي معلومات لي انا يعني النام الديسكريبشن هتساوي الديسكريبشن دوت هيحتوي هيحتوي على كلمة مسلا هاي ده يعني ده ده وصف الملف ده study مثلا الكلام ده هيزهر لا الكلام ده مش هزهر خلص اللي هيزهر هو الكلام اللي هيزهر هنا في البادي اللي هكتبه هنا في البادي اي كلمة هكتبها هتبدو هتزهر مثلا ايه هلو وورليد هلو بمعربية طيب هلو وورليد ديت هدوس كنترول اس واجه هنا هدوس 35 لها هلو وورليد هلو بمعربية طيب ممكن اعمل ايه ممكن اقول له ان ديت مقابلت ب Kayo اتشون يعني ده اللي هي فقرة مسلا بيتชاواitas ا اها اذن صفحة 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 روسية اللي هو الهاد يعني تمام طيب ممكن اقول له مسلا اقول له capt bastard متى نشوفها كده ستلاقيها اللي هو لبعادة كده ب patriot ممكن اقول له هنا ان دي bar graph دي تنسيقات حتى هتلاقي في الورد بتدوس على بتعلم على حاجة وتدوس تقول له خلي دي مثلا برغراف خلي دي اتش وان اتش تو وهكذا اتش وان انت بقى بحجم اكبر فعمل شرطة واقول له بي اللي هي برغراف واقول له كنترول اس واجهنا ندوس اف خمسة دي برغراف طيب هقول لك بقى خلي دي مثلا بولد وطبعا لازم اقفل التاج اللي انا عملته هنا قبل ما اجي هنا يا مفاش يبقى مختلطين مع بعض هتحصل لغوطها جاندي فقول له اف اللي دي وخلي دي بولد وااجي هنا دوس في خمسة هتلاقي بمقاربية بقية بولد شوية فاي حاجة هتكتبها بين البادي هتزهر اي حاجة هتكتبها في الهد مش هتزهر مجرد بس اعدادات لي الملف نفسه او تزبطات او معلومات لي اي انا